بوسائل بداية تتعامل أم محمد مع أحفادها المصابين بأمراض جلدية تحسوسية تحاول عبر قليل من الماء المملح التخفيف عنهم في وقت بات اللجوء بالنسبة إليها للأطباء والأدوية مرهقا لا تقدير عليه وفق قولها نحن وقت له من حك تطلع حبي صغيري والحبي بتفقي مي أصفر وبتظل تحك لا يطلع الدم بتحس حالك ارتحت وبيقل لي تيتحكي إليه تيتحكي إليه وأنا وقت اللي كنت بالطبية وهيكي كيف رلوسين جوا بالضيعة العالم هيك عم تسجل على الطبية وسجلت بس ما حد أخذني فيما عنده ولدين وعند بنته ولدين وصغار بدون شايل هي موجة من الأمراض الجلدية تضرب الشمال السوري مردها وفق الأطباء للصرف الصحي المكشوف ومكبات القمامة التي تعتبر بيئة حاضنة للفيروسات الجلدية عاد عن عدم تطبيق أية إجراءات احترازية لمنع انتقال العدوى بهذه الأمراض التي بدأت تلاحظ ضمن عوائل بكاملها ولا سيما في المخيمات والله عم يصير معها حكة عم تحكوا ليكوا راسها أصفر يعني ما أنا يعني هلأ بدأ أخذها على الدكتور ما عندي قدرة بدأ أخذها على الدكتور لا أنا ولا غير ولا جيرا الوضع صعب على الجميع يعني أنا بحكت حتى يطلع الدم أنا هل قدامك يعني حكة ما بيبين ما بيبين حتى يطلع الدم من أصل عشرة يعيشون في المخيمات تشير تقديرات طبية محلية إلى وجود اثنين على الأقل يعانون مرضا جلديا ولسيما بين الأطفال ضعف الوقاية يقابلها كذلك ضعف في العلاج فقل ما تجد في مراكز شمال الصحية طبيبا مختصا بهذه الحالات وإن وجده فعدم توفر أدوية مجانية يحول دون قدرة الأهالي على التداوي طبعا الأمراض الجلدية بشكل طبيعي منتشرة بكثرة ولكن اليوم زيادة الاكتزاز السكاني في المنطر والتجمعات الكبيرة وقلة أطباء الجلدية جعل العداد تزداد بكثرة أكبر مشكلة هي نقص الأدوية بشكل عام خاصة الأدوية للأمراض المعدية أمراض المنتشرة كالجرب والأمل والأمراض القرباء والجدار الماء نقص الأدوية الموجودة قليلة هي المنظمات الطبية التي تولي الأمراض الجلدية اهتماما في الشمال السوري سواء على صعيد توفير الأطباء أو حتى العلاج واقع فاقم حالات العدوى بشكل كبير حيث تسير أعداد المرضى بمنحنى تصاعدي يحتاج تغييره وفق أطباء مختصين إلى تضافر كل الجهود نحو وقاية من مسببات المرض وتوفير علاج مجاني يقلص عدد الحالات المصابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر